ماذا تفعل الدول من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟ من أجل الإجابة على هذا السؤال علينا أن نقف مع المراحل الوطنية لهذه الأجندة الدولية أولا يجب أن تدرج هذه الأهداف في الأجندة السياسية الوطنية أي أن تؤخذ بعين الاعتبار على مستوى السياسيين الرطفيين المهمين يجب مثلا أن تظهر في خطابات رؤساء الوزراء ورؤساء الجمهوريات ويجب أن تتوجه هذه الشخصيات المهمة إلى المنتديات مثل المنتدى الوطني السياسي رفع المستوى الذي ينعقد كل سنة في الأمم المتحدة وحيث تبين كل دولة ما قامت به فهذا يسمح بالمقارنة فهنا يمكن الاستنتاج بأن هناك دول تجعل من هذه الأهداف أولوية وهذه هي حال سلوفانيا حيث أن رئيسة الوزراء تذكر دائما الأهداف في خطاباتها خلافا لذلك هناك دول أخرى لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الأهداف ولا تعتبرها أولوية سياسية هناك مرحلة أخرى بالنسبة لمراحل تنفيذ هذه الأهداف على المستوى الوطني لاوية تحديد الإطار المؤسسي لها وعادة ما تضع الدول آليات مؤسسية لكي تتأكد من التنصيق بين مختلف السياسات الوزرية مثلا في النرويج هناك وزير مسؤول عن تنفيذ هدف أو أكثر من هذه الأهداف المستدامة ولكن علي أن يتأكد من أن الوزرات الأخرى تعتمد سياسات لا تتناقض مع تنفيذ الهدف الذي يقوم هو بتنفيذه وهناك حل آخر مثلا يقضي بوضع تنفيذ هذه الأجنطة تحت مسؤولية رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وهذا ما حصل في مكسيك حيث أن مكتب الرئيس الجمهورية هو المسؤول عن تنفيذها أما المرحلة الثالثة فهي عملية التقييم موضع كل بلد بالنسبة لتنفيذ هذه الأهداف بالنسبة لفرنسا لننظر إلى الشاشة فنرى باللون الأخضر المجالات التي تحرز فيها فرنسا تقدما مهما أما اللون الليموني يجب تدعيم ما تقوم به فرنسا وأخيرا باللون الأحمر التقدم غير متوفر ويجب بذل الجهود الإضافية السياسيا من أجل التوصل إلى الأدف إذن عمليات التقييم هذه تسمح برسط السياسات والستراتيجيات التي تساهم في الأهداف والتي تسمح بتنصيق استراتيجيات والسياسات المعتمدة وهنا ننتقل بكم إلى النقطة الرابعة وانظروا إلى الشاشة سأتكلم عن سلوفانيا وهي مهمة جدا إذا اعتمدت عام 2017 استراتيجية وطنية جديدة للتنمية وخلال هذه العملية أصرت على أن تتوافق الأهداف مع أهداف تنمية المستدامة وترون أن هناك توافق بين هذه الأهداف المعتمدة في استراتيجية وطنية السلوفينية وأهداف تنمية المستدامة النقطة الأخيرة التي أريد أن تنولها هي أن تشرك الدول الفاعلين من القطع الخاص وغير الحكومي في تنفيذ هذه الأهداف ولسيما البرلمانيين وكذلك المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على المستوى المحلي فيما يتعلق بالبرلمانيين يمكن أن تأخذ الأهداف المستدامة بعين الاعتبار عندما يتم التصويت على الميزانية وهذا يسمح بنقاش أكبر للأهداف خلال اعتماد الميزانية فمثلا الميكسيك درست ما ستخصصه في ميزانيتها لهذه الأهداف ونرى في هذه الصورة بأن الميكسيك ينفق الكثير للهدف ستة عجل الذي يتعلق بالعدالة والمؤسسات ولكن خلافاً لذلك لا يخصص الأموال للهدف ستة الذي يتعلق بتوصيل المياه والصرف الصحي وبهذه الطريقة سوف يتمكن البرلمانيون خلال عملية التصويت على الميزانية أن يعرفوا كيف تساهم الميزانية أو لا تساهم بدعم هذه الأهداف وهنا سأريد أن أكبر مثل أفغانستان التي سيقوم بانتقاء المشاريع المقطعات الأقاليم التي ستدرج هذه الأهداف في مشاريعها وبالنسبة للفعالين في القطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات غير الفقومية فهنا لك أليات على الأليات المؤسسية أن تشركم في النقاشات وهذا ما يتم في المكسيك الذي ضم 80 مؤسسات من أجل ذلك وكذلك الأمر في سيرة ليون وهذه النشاطات ليست جزء صغير للغاية فيما تقومها المؤسسات وكذلك المنظمات وترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة